موسيقى أهلا وسهلا فيكم أحباء المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجنا العزراء مريم مليكة السلام الحكمة لا تستوفي معرفتها ولا يستقسيها الآخر لأن فكرها أوسع من البحر ومشورتها أعمق من الغمر العظيم أنا الحكمة مفيدة الأنهار أنا كساقية من النهر وكقناة خرجت إلى الفردوس قلت أسقي جنتي وأروي رودتي فإذا بساقية قد صارت نهرا وبنهري فقد صار بحرا فإني أضيء بالتأديبي مثل الفجر وأضيعه إلى الأقاسي أنفذ إلى جميع أعماق الأرض وأنظر إلى جميع الراقدين وأنير لجميع الذين يرجون الرب إني أفيد التعليم مثل نبوءة وأخلفه لأجيال الظهور فانظروا كيف لم يكن عنائي لي وحدي بل أيضا لجميع الذين يلتمسون الحكمة منرحب فيك دكتور غسان أنا بأشكرك سيدي على الدعوة دايما مين هي الحكمة اللي بيحكي عمنا النص حكمة الله دايما سيدة هي الرب يسوع يسوع حكمة الله وقوته بقلنا ماربولوس برسادة تسولينيكي وطب يكون عم بيحكي عن الصليب بقلنا لأن الصليب ده هو اللي صار خشبة خلاص كان خشبة عار للعالم صار خشبة خلاص هو حكمة الله وقوته لأن يسوع بحكمته أو الله بحكمته أراد يخلص العالم بجهالة البشارة هيك بقلنا ماربولوس بجهالة البشارة أراد الرب أن يخلص العالم بحكمة منه هيد الحكمة الله استعمال فيها جهالة البشارة شو هيها البشارة سيدة وش هيها الحكمة ومنوها الحكمة وقتها البشرية توغلت سيدة إذا بدنا بدياميسة ظلمة وبالموت وتوغلت بالخطيئة كان من رحمة الله وحبه لإله أنه يتنازل وهو ينجده ويكون هو النور المتجسد الجاي على العالم ولكي ينيره كل إنسان ينقاتل إلى العالم وأصبح يسوع المسيح هو النور البنير كل إنسان قاتل على العالم كل إنسان جاي على العالم كل إنسان بيخلق جديد العالم عنده نور اسمه يسوع المسيح نوره هو يسوع المسيح نعمه هو يسوع المسيح والحكمه هو يسوع المسيح فيسوع هو النور اللي بنور كل إنسان جاي على العالم وهذا النور هو اللي بيعطينا الحكمة سيدة هو مصدر كله النور هو هالروح القدس روح يسوع وقتقول روح يسوع روح بين السماوة اللي بيعطينا روح الحكمة وروح المعرفة وروح المشهورة وروح القوة وروح المخافة الله وروح هول كله إذا ما نقل له المواهب من روح القدس ما يعني؟ يعني هن عطية الروح نفسه اللي بيفعل فينا كل هول الأعمال هول أعمال الروح يعني الروح بيعطينا هالقد من مواهبه هالقد من محبته إنه هالمواهب نقدر نعيش فيها ونكون عم نحقق فينا صورة الأبن الوحيد هالقد بينقشنا يعني سيدي يعني أنت شايفة أوقات كيف بتشوفي كيف النحات بيحمل أزميل ومطرقة بتبقى بتشوفي صخرة قدامك كلها نتوقات ما إلا شكل ما إلا بتطلع صخرة ما بتعني لك شي وببلل الشيش يشبق يشبق بهالصخرة بعدين بيطلع لك سكولتور هيكة تحفي بتاخد العقل وجه إنسان أو إنسان كامل أو عبين حاتش شكل معين بتجيبها مية بالمية طب الروح هيك الروح بينحت فينا الحكم هيك الحكم هون هي هالقوة الله وقدرته بأنه ينحت فينا صورة ابنه الوحيد يسوع المسيح بين السماوة سيدي هالقد بحبه وبتدبيره وحبه اللامتناهيين وقت خلقنا نحن البشر خلقنا على صورة الابن الوحيد يسوع المسيح ولما تشويت هاي الصورة ما كان بده شي غير إنه يردلنا هالصورة ترجع بهي ببهيئة الأول نعم وكان لابد من ترجع بهيئة الأول بعمل الروح القدس فينا بها في دقي اللي حققه يسوع المسيح بموته ويمته وأنه وهبنا هيدا الروح هيدا الروح عم بيحقق فينا هلأ صورة الابن عم بيقدسنا عم بيحررنا عم بيطهرنا عم بيشذب فينا كل شي من النطوات اللي مقلة طعمة عم بيحررنا عم بيرفعنا عم بيقدسنا عم بيمجدنا عم بيحولنا لصورة الابن تنكون أبناء حقيقيين هيدا كله بحكمة الله وكلمته يسوع المسيح نعم يعني كل هدف الروح حقيق فينا صورة الابن كل مشروع الابن يردنا أبناء حقيقيين للأيب كل مشروع وإرادة الاب تكون صورة حقيقية للأبن تكون أبناء واخوي ليسوع المسيح شيفتي هالحلقة هالحلقة السلوسية اللي بتمرق بحياتنا هيدا مشروع الله لقلنا لأن الله بينا اختارنا من قبل إن شاء القد بيحبنا اختارنا من قبل إن شاء العالم ستنكون إديسين بغير عيب بالمحبة هيك بيقلنا مربولوس بيريساتو إلى أفصص فولكن بقلب هيدا الدعوة سيدة مين بلغ القمة بهالدعوة؟ مين بلغ إذا بدك الأبوجة؟ الأوجة هي العزراء مريم مبرأة العزراء مريم العزراء مريم قدرت هالقد سيدة عرفت إن فتحت ع حكمة الله وعلى حبه وعلى تعرف يا سيدة عدرك كرسيها الحكمة وكتير صح بالعهد القديم النصوص المختارينة تتقرب على النصوص الحكمة تشير إلى العزراء مريم وتدل عليها لأنه هي أكتر واحدة حققة صورة الحكمة الإلهية اللي هو ابن الإلهي أجمل صورة عن الصحية العذرة يعني إذا بدك سيدة إذا بدك إحكي بطريقة كتير الناس فهموا وكتير قريبة يعني الفيمينا تبع بشريتي الصحية العذرة تصوري يعني مش أنا عبقول هيك ومحظم في إلهي قرأت أنه الأباء اللي يسين بقول لك البيجريني ومريده مفاول ليست مريم بعده تحية إنما المسيح يحيى بمريم بعش في مريم في يسوع بمريم نعم صور يا قدين تلقت منه تلقت منه لدرجة أنه صار هالقد ملقه ما عدت مريم مريم هيك وكل سره بابنه الوحيد وكل معنى حياته بابنه وما عنده أي شيء ولا زرة نعمة من دون ابنه نعم فمن هالحكمة اللي حضرة استقيت وأصبحت هي مثل ما سمعنا النص أنا من يستوفي الحكمة بتقول إذا انتبهنا بالنص السيدة اللي كنت عم تقري يا حضرتك نعم مبلجته كالفجر ومديت وصرت يعني متشرت الروح والحكمة على الخليقة كلها وحضنت الخليقة كلها ووسعت الوجود كله هيك العذرة مريم شو دور العذرة مريم بهذا النص؟ دورة سيدة جدا استثنائية جدا فريد جدا أنا بتصور يمكن من نصوص الحكمة اللي بيفرج فعلا فراد الدورة العذرة هاي دي الفراد اللي اللي كلنا مدعوين أكيد دايما منقول نحنا كلنا مدعوين كنا على مثال مريم ولكن نحنا منعرف بالعمق انه ولا حدا مننا بقدر يلامس هالمثال قد ما كان هالمثال رائع وراح لبعيد لبعيد بما إذا بدك إذا بدنا إذا بدك ما بيقدر يتصوروا بشر بالمديح سيد الأبئي كان يقولوا للعذرة ما بتتواضعها أبصار الملائكة ما كانت تشوف تصوري أبصار الملائكة بالسمة ما كانت تقدر تشوف تواضع العذراء المريم ولا البشر قادرين يفهموا علوه وسموه اللي ارتقت لقلوه ليه سيدي؟ ليه؟ لأنه عرفت تنفتع حكمة الله وأحبه شغلتين أحب الله حب هيد الحكمة هيد الحكمة تبهت ونساعد عنه هي بطبيعتها محبة بتحب الناس بقول عناق مش بس نفسي لكل اللي يعني بتحب تشرك الناس كلها بما هي وبما لديها الله هيك أشركنا بما هو بما لكل ما لديه الله ما حجب عنا شيء بالابن الوحيد الأب السماوية دعينا إلى ميته السماوية على رأس ابنه تنكون أبناء بالابن تنكون أبناء عم نشاركه ليسوع مجد وحبه بقلنا بما ربوز تبنانا بالابن الوحيد بغينا مجد نعمته التي أفاضها علينا بالحبيب وبقلنا إنه هيدا الروح يكشفنا مجد دعوته وش حق بالإديسين لنكون نحن فعلا عم نحمل هالمشروع للبشرية وللعالم كله فمن هون العزراء مريم تحمل هالحكمة للعالم بتحملها بقضوتها بمثلة بكلمة الإبناء بكلمة إبناء من قضرة ما عندك كلام بتقلنا من عندها سيدة ولا مرة بتقلنا شي من عندها بتجي بتقلنا متل بعرس قانا ورح نرجع من من خلال إبناء مرابا رائع سيدة من خلال إبناء كل شي من خلال إبناء هيدا كلمة إبناء وحضورها حضور إبناء ما عندها شي من عندها هون مثلا بالنص بقلنا الحكمة أم في الكنيسة شو قصدهم فيها؟ رائع رائع لكنيسة سيدة بالمجمع الفاتيكان الثاني أعلن عئيدة العزراء مريم بأم الكنيسة ليه أمة؟ لأنه متن ما إحنا ولدنا سيدة بيه من أحشاء إذا بدي موته من أحشاء المعمودية بالنعمة المعمودية اللي هن إذا بنا نخده اليوم هن أحشاء مريم اللي تجسد منه نيسوع المسيح ليه؟ لأنه سيدة نحنا اليوم وين اختبرنا هيدا الولادة؟ وكنيسة منين ولدت؟ من جنب يسوع المطعون بالحربة نعم ومين كان هونيكة؟ مريم لا عزراء مش بس شاهدة مش بس حاضرة شريكة في الفداء لحضرة يسوع ولدنا بأحشاء أمه متل ما هو ولد بالنعمة تنكون أبناء حقيقيين لها الأم السماوية من هون أمومة مريم بتستمدها من ابنه من موته أيامة ابنه يسوع المسيح اللي هي فتديها كمان اللي أشركة بفداء وهي كمان مفتدات إيه؟ هي فتديها وأشركة بالفداء نعم لأنه هي بترنم تعظم نفسي رب وتبتهي جروحي بالله مخلصي أصبح خلصة ولأنه قبلت الخلاص بشكل كامل سيدة لأنه أصبحت المخلصة الأولى وبشكل فريد وبطريقة كثير إكسبسيونال مثل ما بقول الديسكنوك وقت عبيفسر عائدة الحبل بلنا سرح نرجع نشرحها صارت العزراء مريم كمان لنا سبب رجاء وخلاص أبدا كشريكة مش عبق كمصدر أول أكيد المصدر والوحيد هو يسوع المسيح ولكن كشريكة بالفداء مش نهيك لحضر الله استحقت نعم بحق وحقك أن تكون أم الله ما بقول مجمع فاتيكان التاني ولكن كمان أن تكون أم للكنيسة مريم تليدنا بالنعمة يسوع يليدنا بالنعمة بأحشاء العزراء مريم وعصى لي بشو قال له له يوحنى يا تلميز هذه هي أمك برافو سيدة هذه هي أمك عطينا إيها أم أم بالنعمة أم حقيقية مش يعني تعرف يا سيدة نخنا كتير أوقات منخذ الأمور هيك أنه أوكي العذرة أمنا السعفة هذه إذا منعيشها هي دا مشروع حياة ما بيخلص ما بيخلص أتناعف مين العذرة ومين هي أمنا إيه؟ هي هي الملكة الكبيرة يعني ما تبغزيني نحن اليوم إذا قعدنا مع شخص عنده بوست صغير أبوي مرة أو مرة تانية بنبقى هيك طالعين في شين ريشنا مضبط كيف إذا نعرف أنه أنه نحن أولاد القيب السماوي حلبي لا متناهد عظم نحن أخوة يسوع نحن إناء للروح نحن أولاد مريا شو المساج بيوصلنا ليه اليوم هيدا النص؟ يوم هيدا النص بيحملنا كتير حقيقة حلوة وزودات كتير حلوة نعم أول واحدة سيدة خلينا نعرف نعيش تعرف اليوم عصرنا سيدة عصر عصر فيه كتير إغراءات فيه كتير غبيات تعرف السوشال ميديا قدي عم تقدم لنا أشياء قدي شفته يعني عم تختبره والله يخلي لك على الشباب هيك قدي يعني منشوف أولاد صغار حياتهم كلها رايحها على السوشال ميديا نعم مضبوط على السوش الميديا على السوش الميديا على التفاعل معه قدي اليوم يعني ودينا حكمه به التربية سيدة نعرف نحط ولادنا على طريق الله قدي بدي يكون عندنا حكمه بتعطينا مع الناس قدي بدي يكون عندنا حكمه بعلاقاتنا مع بعضنا قدي بدي يكون عندنا حكمه منفتاحنا على إرادة الله بحياته ومكانو ما معهدا من نبيعCheck themallah كيف يخبيه له وما يشروع الله عليه كل يوم مدعوين نكتشف مشيئة الله ومشروعه كما مريم مريم كيف انفتحت بهل نعمة الحكم الله عطيها إياها لحضرة مش مظبوط انه كانت تعرف كل مشيئة الله منذ اللحظة الأولى كل يوم كانت عم تنفتح وبطواعية لامتانية بجهوزية لامتانية عم تقبل نحن على مثال مريم مدعوين بطواعية بطاعة كاملة بطواضع كاملة هننفتح على أنوار الحكم الإليه سيدة تنعرف نمشي طريقنا طريقنا كتير محفوف بالشرور سيدة بتعرف العالم محيط فينا كله ملين شرور ملين أليم ملين متاعب ملين كوارث نحن مين رجينا بقلب هالغابة هايدي اللي عم نمرؤ فيها هالبرية اللي عم نعبر فيها رجينا الوحيد هو يسوع المسيح وهون السمرة الزوادة الجديدة فكلنا خلينا ناخد العزراء مريم مرشدة لحياتنا ناخدها جيد لقلنا نحن بحاجة سيدي بطريقنا طريقنا وعرة ما منعرفها صدقيني يعني أنا أطلب مني أم 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 شلق هوني تكثر الدنيا لأني ما بقشع كلنا بدنا بحاجة لنور يسوع تنقشع مظبوط نور يسوع بتحملنا ييل عضرة مريم مشينك زواتي اليوم بدقولها لحب إني مشهدين فلنحمل يسوع نور يسوع بحملتنا ييل عضرة مريم نحمله بقلوبنا ويكون نور لعيوننا وقلوبنا نعرف نمشي هالطريق ونسوك إلى الملكوت ملكوت بين السماء وأمين بشكرك دكتور غسان على حضورك معنا أنا لبدأ الشيك سيدي العزراء أم في الكنيسة دورها أن تروي قلوب المؤمنين بمعرفة سر ابنها الوحيد حكمة الله الأزلي وتزرع فيهم الرجاء بالحياة والقيامة وتفيدوا بحر عطاء وعناية بكل من يلتم سر الرب بإخلاص وصدق بشكركم أعزائي المشاهدين لمتابعتكم حلقتنا موعدنا بيتجدد معكم بالحلقة المقبلة الله معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة